من هنا كانت الانطلاق قوة الدرك الوطني جنبا لجنب مع قوة الأمن في أكبر مداهمة مشتركة لشواطئ جيجل هذه العملية ضمت عدة تشكيلات مدعمة بفصائل الأمن والتدخل وفرق مختصة في الكشفي عن الممنوعات من أجل تأكيد على مجانية الشواطئ واستغلال جيد لحضائر السيارات وفق القاونين وهذا من أجل جعل موسم استياف جيد للمصطفين وكذلك خلق جو من الطوامين لدى المواطن مخطط أمني مشترك أسفر عن تسجيل عدة مخالفات خاصة بالواجهة البحرية للمدينة لقنا بعد تجاوزات خاصة فيما يخص استغلال حضائر السيارات والمعمول بها حسب القوانين أن هناك تجاوزات ولقينا القبض على بعض المخالفين وسوف يتم النظر في هذا الشيء هي عملية ستستمر طوال موسم الاستياف من أجل ضمان أمن وممتلكات المواطنين ومحاربة بؤر الإجرام والصهري على تطبيق القانون